راح بالدكتورة عيدة الأيدان دكتورة حياتي الله معكم يا حلا الله يحييك الله يسلمك حلا فيكم دكتورة يمكن نحن نوعا ما كمجتمع كويتي ما صحيحيه ولا لا ممكن الاتكايت اللي انت تدرسونه ممكن لها موجود نتوفر صح ولا لا والله خلأ اقول ما بي اظلم مجتمع الكويتي صراحة لكن في جزئيا منها الحمد لله خلأ اقول مجتمع الصحراوي بشكل عام والله في بعضهم لما اقدر اظلمهم كلهم لا في بعضهم شوف طالما انه هو قاعد يتغيد بالتعاليم الاسلامية في القرآن وفي السنة وهو قاعد طبق الاتكايت صحيح يقال ان العديد من يمكن دروس الاتكايت اللاقيها في القرآن والسنة لكن ايضا في ناس يقولون ما انا اقول حق شخص يعني خليك اتكايت او تعامل بالاتكايت كأننا نطلب منه يتصنع شيء وهو اساسا مو فيه لا هو مو يتصنع اوان خليه نقولها يعني بالكويتي خليك ذرب شوي خليك لبق في تعاملك في كلامك حاسب علي يعني انك انت لا تضر نفسك ولا تضر لجدامك فدائما يعني انتقي كلماتك تصرفاتك حاسب عليها بحيث انها هي بالاخير ما تحضك انت في مأزق انت يعني في غينة عنه صراحة اكثر شيء انت ملاحظة ان ناقصنا بالمجتمع من ناحية الاتكايت اي تصرف الاتكايت خلينا اقول في الشارع الاتكايت في المعاملات الاتكايت في اماكن العامة في الاسواق في المطاعم احنا نحتاج صراحة الاتكايت اللي هي احنا نبي من اي تزد اي يعني صراحة في كل جانب احنا نحتاج الاتكايت لان ما عندنا ثقافة كبيرة اوه وش دكتور كلمة اتكايت ترجع لأي لوح وشنو معناتها بالضب كلمة اتكايت هي من كلمة اتكايت اللي هي البطاقة البطاقة هذه ايه هذه كانت قبل احنا لما نرجح تاريخ انها اصلا اصلها عربي مو البطاقة لكن الاتكايت هو اصل عربي يعني من القرآن ومن السنة اللي هو اللباقة والذوق والتعامل الراقي والاخلاقية مو كلمة كالموضوع كمصالح يعني كمصالح بعدين لما صار في دخل في العصر الاندلسي وغيرا غيرا في الاندلس بعدين تحول الى الدول الاوروبية فاخذوها على النهي بطاقة هي اتكايت اللي ما يكتبن عليها التعليمات شنون يدخلوا القصر يتعامل مع الرعساء مع النبلة مع الجهة الدبلوماسية وبالتالي اطولت تعليمات تكون مكتوبة في الدطاقة فهي ايه مكتوبة يعني كل شيء لا هي اتكايت فاتكايت تحولت الى الاتكايت اللي هي التعليمات اللي هو لازم يطبقها والخي نقول سلوك الراقي اللي هو يأديه الانسان طيب اليوم احنا نتكلم عن الاتكايت الاعلامي نعم احنا اليوم بداية الحلقة تسألنا نورجلة شنو الاتكايت الاعلامي ما تقصدون بكلمة الاتكايت الاعلامي الاتكايت الاعلامي طبعا هو اول شيء الاتكايت لا بد ان يكون متلازم مع الاعلام يعني اللي يدرس اعلام لا بد ان هو يدرس الاتكايت مع الاعلام هذا الاثنين متلازمين فالاتكايت الاعلامي انه هو شنو المزايا والمقومات اللي تكون عند المذيع والمذيعة حول تقديم برنامج سواء كان البرنامج داخلي كان البرنامج في الخارج على الهوى في دول برة فهذا لابد أن يكون عنده بعض المقومات اللي هو يتبعها هذا المذيع فمثلا فيه طبعا تكون اللباقة في الكلام اللي هو القبول الحسن يعني بالهيئة هذه الأمور هي تكون يعني قي نقول اللوك الحسن هو يأتي بعدين لكن أول شيء اللي هو عندنا نركز على مخارج الحروف لابد أن يخرج الحرف من الصدر مو من الحلق ولا من الحنجرة هذا من ضمن الاتيكيت هذا من ضمن الاتيكيت أنه لا بد يطلع الصوت من الصدر بحيث أنه يستثيقى المستمع وما يكون الحرف يعني يكون كامل هذه شغلة فنية عندنا أكيد هي مطلوبة لا بد لكن الواحد ما كان يفرضها إلا لأنها فنية مو أنها اتيكيت هي فنية فهي من أصول اللي هو مقومات المذيع الناد صحيح وهي تكون من الاتيكيت أنه لما يتكلم المذيع يكون صوته واضح مخارج حروفة واضحة عنده ملم باللغة العربية بالنطق بالسم حتى الصوت تكون النبرة مالتة ما تكون فيها حدة ولا يكون جهوري عالي بنسبة حق الرجال المرأة ما يكون خافت بالمرة لا بد أن يكون الصوت وسط بحيث أنه يستمع المستمع سواء كان داخل الاستوديو ولا خارج الاستوديو فهذه الأمور اللي تكون من ضمن الصوت الهيئة لا بد أن يكون الهندامة مقبول يعني أنه مرتب مهندم طريقة الجلوس فيها اتيكيت طريقة الحوار شون يعد الحوار أفرض أنه عنده مثلا اليوم عنده ضيف أنا الضيف أشوف شنو هي اهتماماته السيفي حقه مثلا الحوار اللي أنا بطرحه معه عد معه الحوار الأسئلة اللي بحطها بعدها معه بعدين أشوف الحوار شون بقسمه هذه الأمور كلها لابد تكون أصلا من ضمن مقومات المذيع الناجح اتيكت المذيع كذلك في نقطة جدا مهمة اللي هي الثقافة ثقافة المذيع لما هو قاعد يصدف ضيف معين شنو ثقافته هل هو مثلا خليجي من دول عربية ولا من دول برة فكل أمر يحتاج أنه يتعلم بالثقافة أعطيك مثلا مثال إذا كان الضيف مثلا بالنسبة حق التحية إذا كان الضيف أجنبي فالتحية عند الأجانب النخوة يرفع الكبوس القبع بالنسبة حق الشعب الصيني التحية اللي هو يكون فيه إيماء نوعا ما في الجسم هذا بالنسبة حق التحية بس هذا بشكل عام دكتورة يعني في مثلا نقول يعني يكون لقاء غير رسمي لكن مثلا على التلفزيون أو أنا مثلا قاعدة قابل شخص وأنا إعلامية مثلا أو مذيعة أو مثلا نقول سليمان مو معقولة بيرفع للقبعة وهو قاعد بالستيديو إلا هذا في بدايته يعني نفرض أنه كان على الهوى وهنا ملتقي معه فيكون يعني كبداية اللقاء لكن إذا هو كان في استيديو وقبلها طبعا إحنا لابستيديو لابد أنه يقبلها يكون في حوار لطيف يعني أو أنه نوعا ما كتمهيد للمستضيف أنه يبتدي معه الحوار فيعلمون أنه ما سيستضيفون أو أنه المحاور كلها مثلا النقاط اللي سيركزون عليها فهذا يكون قبل ماذا لون الإعلاميين نحن بالكويت شو تشوفين الأتكيت عندهم بشكل عام والله يعني ما شاء الله الإعلاميين صراحة يعني خنقول أنه عندهم لمسة الأتكيت هذه لكن ممكن أنا أحط بين القوسين أنه أحيانا تصير في بعض المقابلات أو في بعض البرامج كيف تكون في حدة إذا صارت في مثلا اختلاف الآراء لا بد أن يكون نقاش هذا لا حدود يعني ما يطلع بره الحد المعين من المقابلات ولا يكون فيه انحيازية أنه ينحاز لجهة معينة أو لرأي معين لا بد أنه ما يبين يكون محايد وبعدين حتى حدة الصوت لو فيه نقاش بيصير ممكن يعني يقلب مثلا نزاع بعد ذلك أنه هو يوقف من هذا ويحاول أن يهدي ويكسب الطرفين حتى لأنه هو قاعد يوصل رسالة حق مجتمع كامل أو حتى حق يعني خنقو الملايين من المستمعين فلا بد أن يطلع بالأخير الهدف اللي هو بيوصله شنو الهدف هذا؟ شنو الهدف قاعدة سأل سؤال ثاني بس غفت قوة لأنه لديك الهدف لا تفضل اعني أفضل أم المهي يجب أن يقاطع قاعدت في فصل إذا الضيف يعني سترسل أساس عندي أعني أسئل نبي حين الدكورة بعد تعلمنا جزء من الهدف نبي الإثكاتي المحيات اللي كان نشوفها لا لا قبل لا ينتقل لحظة نطلت أنا عندي سؤال في بالي بالجزئية لكنا قبل شوي ذكرتي بشكل عام الأتيكيت الخاص بالمذيع أو بالإعلامي لكن هل في فرق بين المذيع كذكر ومذيع كونها أنسة هل يختلف الأتيكيت بينهم ولا ينطبق عليهم نفس الموضوع هو ينطبق عليهم الأثنين نفس الشيء لكن خنقول إذا ينا حق الهندام مثلا أنه يكون مثلا حق المذيعة هندامها معين الشكل الصوت أنا قلت نبرت الصوت ما تكون ما يكون فيها خنقول اللي يسمونها الغنج الدلع الدلع أي فلا بد أن تكون كلماتها واضحة الأذن تستسيقها لما نسمع يعني يعني خلينا مثلا أكون معاش سريحة في بعض المذيعين أحيانا مو يعني في الدول الأخرى لما تتسمعين تسمعينها ما تحبين تسمعين الصوت لأنها صوت مزعج فيصير كأنه في نبرة معينة هذا يبيلها براكتس إنها تتدرب إنها إشتون تكون أصلا الصوت لها مخارج الحروف والصوت نفسها يعني يكون أصلا الأذن تستطيع إنها سماعة حتى يتقبلون الناس وإنها تقول ضرابة ضرابة مو ضرابة لا هذا لازم ضرابة ضرابة كل حرف لحقها طيب دكتورة الآن نقول كلنا نواجه نروح مثلا مطاعم والبعض سنقول يتصنع الاتيكايت ضرابة ما أقول يتصنع إنه أوفر ممكن ما شفنا مثل اللغة اللي شفناها في البداية هذي اللي يسوون شذيب ش تقول لهم دكتورة أول إذا نفرض لأي شخص راح المطعم أنت رايح في مكان عام أول شيء وبعدين أنت مو قاعد بروحك أنت معاك حوالك يعني ناس فلابد أنك حتى لو الإنسان ما عنده يعني هذرابة يتصنحها لابد أن يتصنحها لأنه هو قاعد في مكان عام مع الناس فشنو يتطلب أنت رايح مثلا المطعم راقي والمطعم هذا في بعض الأصول الاتيكايت اللي لابد أن يتطبق داخل المطعم القعدة الفوطة الشوكة والساتشينة ما يكون فيه إزعاج هل يجب أن أضع الفوطة؟ هو يجب أن تضع الفوطة هذه الفوطة تضعها من أول ما تقعد بدأ من رفسي بدأ من رفسي لا لا بدأ من رفسك إذا أنت حضرت الفوطة هذه الفوطة التي تضعها خلصت أكلك نهائيا تقوم تشيلها لا تشيلها لما تخلص الطبق تخليها على ريولك طبعا أنت تشفزها مثل بحيث أنك أنت تمسح يعني تمسح فيها كل شوية تمسح يدينك ما تشفو سهي حتى أنه لا يتناثر عليك الأكل إذا كان في فتاة ولا شي نعم بعد ما تخلص الأكل أنت خلص نهائيا تقوم تخل الفوطة وتحطها إيه تحطها على ليسار مو إذا خلص طبق تشيلها نعم مو إذا خلص طبق لازم إذا بتقوم تشيلها لا لا مو إذا خلص الطبق لما تنتهي نهائيا تقوم إنت تشيل الفوطة هذه وما تريد تصفوتها ثاني مرة لا تحطها إنها تبينها معفوسة يعني مستعملة مستعملة وتحطها على يديك ليسار فهني مو إذا غيقين لازم ليسار أيديك ليسار أو تحطها حتى على الكرسي إذا حطيتها مثلا أنت على ظهر الكرسي مع ذلك أنت رايح نفرض للحمام ولا رايح تتكلم بالتلفون ونراجع ثاني مرة فإن هذا المكان أوهما حجوز لك الأمر الثاني في إيتيكيت مثلا حق المطاعم عدم إصدار الأصوات العالية ما يكون فيه ضحك هستيري أو ضحك عالي أنت تراعي لأنه هم ناس فيه ناس ياية صراحة أنها تبت قضي وقت ممتع وهذه ونقول بين قوسين رومانسي فلابد نحن نحترم هذه الرغبات كلها ونراعي الناس فوذين الشوكة والستشينة الأكل فيها هذه لا بدنا تكون ضرورية نبدأ من اليسار من الخارج إلى الداخل تدريجيا مع شوكة والستشينة من الأطباق من بره إلى الداخل إلى الداخل فعلى حسب الأطباق كذا الميل ما تقصدي من الخارج يعني مثلا نحن عندك ثلاث أشوك وثلاث ستشينة فتبدي بأول شوكة وأول ستشينة اللي هو من الخارج خلص منها حق الصلاطة بعدها حق الشسمة الوجبة الرئيسية شعروبة وبعدها الوجبة الثانية على فكرة تدرون أن الوجبات هذه اللي هي الميل الوجبة الرئيسية هذه اللي طلع على شغلة هذه ونقلها إلى الأندلس هو شخص عربي يسمى زرياب هو اللي علمهم الاتيكيت وعلمهم أنه عندنا ثلاث وجبات علمهم تقلعود زرياب هو نفس الموسيقي هو صاحب حسب الأصدق هو علمهم يعني شغلات كثيرة في فن الاتيكيت منها تكون عندنا الميل الليها أول شي الشربة بعدين الطبق الرئيسي بعدين اللي كانت الفاكهة يعني لوما زرياب كان هين الأوروبيين هاكلون بيتهم مثلنا ولوما زرياب لحد حين يشربون يمكن في قلاسات اللي هي النحاس أو الحديد لكن هو اللي حول لقلاسات اللي يشربونها في الزجاج حتى الفوط هو يعني خصصها جزئية حق النساء فوط معينة وفوط معينة حق الرجال ذوي الذرب اي جدا لكن بالمقابل قبل الهوى دكتوري أنا سألتش سؤال قلت لتش في ناس تتصنع الاتيكيت أو تتصنع الذرابة قلت لتش تعارفين تفرقين بينهم قلت إي لكن احنا كأشخاص عاديين شو نقدر نفرق بين الشخص اللي قاعد يتصنع والشخص اللي هو قاعد أساسا يعني يتصرف بعفوية لبا يكون الشخص يتصرف بعفوية تحسننا هذا أصلا من الشخصية مالتا ملكة رزنا مالتا فتلاقينا في كل المواقف هذا هو الشخص نفسه ما يتغير تلاقينا ذرب وهادي وبعدين كلماتها تكون المنطوقة تكون جميلة وجدا يراعي الناس أما اللي يتصنع فتلاقينا لما يصير موقف معين تلاقينا يقلب ثاني مرة تتكلم على حقيقتها اي على طول حتى حركاتها حتى كلماتها تقدرين تعرفين من إماءات جسمه لأنه لما أنا أقول الإنسان يكون عنده إيتيكيت مو بس إنه باللفظ بالكلمات لا الإيتيكيت يشمل كل شيء الجسم كامل حركات يدينا حركات ريولة المشية طريقة النظرات هذه كلها تشمل الإنسان فأنت لما تشوف أنت مو قاعد تشوف بس إنسان جدامك تشوف حركاته كل شيء يوصل لك فيه ميسج يعني البودي لانجوج هذا تلعب دور حتى من غير الكلام نعم دكتور أفصلي لي بس خذ أنا كانت وايد مسكت القفشة حق الشوربة تكون شذي ولا تكون شذي لا القفشة تكون شذي وتبدأ في الشوربة تأخذها من الساعة 6 إلى الساعة 12 من 6 إلى 12 يعني من شذي ليش يعني من 6 إلى 12 لأنك أنت الطرف القفشة ما تبيها تكون حارة حتى ما ترسلك نعم فلما تأخذ من 6 إلى 12 ما تدخل ديب في البعض يمالة الشوربة لا من فوق من فوق 6 إلى 12 فتصير الشوربة باردة يعني تكون القفشة باردة فتقدر أنها تشربها من ناحية الأكس غالب الأكس لا هو من 6 إلى 12 تكون طريقة هذه فالقفشة تكون كذي بالعرض تكون كذي فتشربها أنت من ناحية هذه طبعا قفشة الشوربة غير عن قفشة الأكل فمن ناحية هذه وتأخذ من فوق لا تدخل ديب في المعامل دكتورة أنا أرى أن هذه الأمور يمكن لازم بالمدرسة يعلمونها الأطفال يمكن أو خنقول من عمر 10 سنين على الأقل على أساس الواحد خلاص يعني يتعلم عليها من صغرة يعني أنت يعني قلت أنها من أساسيات الأتيكاة أخلاقيات وأخلاقيات أيضا لكن أيضا قبل شوي لما سألنا إحنا كمجتمع شلو ناقصنا من الأتيكاة بكرتي أكثر من شيء قلتي في الطريق وقلتي بالمعاملات خلينا نتكلم عن كل واحدة شوي بالتفصيل خلينا نبدأ بالشارع إذا الواحد شنو أنت اللي شايفتها ناقص أو الأتيكاة اللي ينقصنا خلال الطريق الطريق أولا نشوف السيارات يعني أحيانا أنت تشوف عندك لفة اليوتيرن هذي أو حتى الإشارة تلاقي ناس مثلا وقف الطابور طويل تنطر في ناس ما عندها إتيكاة كلهم هل ترى مستعيلين حالهم من حالك كلهم عندهم أصلا مشاغل فتلاقيين هي أصلا من فوق ويأخذ الطريق أو أنه يدوس على الليكور البيضة وهو يتعدى الطريق طيب هم قاعدين ينتظرون يعني فهما من ذوقهم يخلونك أنت أتعدي حتى السرعة الزايدة في بعض الأماكن أحيانا تلاقيين في خط المشات يعني هذا من حق الإنسان العابر الماشي إنه يعبر ما في ما في أي ذوق هل تذكريني دكتور رحم مو أخلاق هذي أخلاقيات هو الإتيكاة ترى هو عبارة عن أخلاقيات فهذه ما عندهم أخلاقيات حتى في الطريق أنا هذا الحين فيه شل فرق بين الإتيكاة والأخلاقيات لما نمسك القفشة شدي ولا شدي حتى ما هذا الشينا بأخلاقيات موضوع ثاني بديت القفشة من الخارج للداخل ومن الداخل لخارج ما أعتقدنا هذه أخلاقيات ولا نتجميني هذه أخلاقيات هذه مكملة لها مضض ففيه فرق بين الإتيكاة والأخلاقيات لا هي مكملة لها هو الإتيكاة التصرفات كلها هي راقية فهي تدخل التصرفات الراقية هي من ضمنها الأخلاقيات فأنت ستكون كامل وتطفي على الجمال في أخلاقياتك فتأخذ الأمور كلها إذن الرقي يحتاج الأخلاقيات عالية هذا التقصيل أكيد أكيد يعني إحنا خنقول إحنا شونا نصير راقين ما نكون دولة راقية إلا إذا إحنا استمتعنا أو تمتعنا بأخلاقيات يعني عالية وبحس وذوق راقي يعني خنقول اللي هو التهذيب الديسبلين هذا التهذيب جدا يعني ينقص بعض الناس في الكويت عندنا في يعني في شريحة الحمد لله عندها ذوق وعندها يعني مهذبة وفي شريحة تحتاج أو خنقول يعني في بعضهم اللي ما زالوا صغار هذا اللي يحتاجون أنهم أصلا يعني يتعلمون ومثل ما تفضلت يعني يريد أننا نحن نحط عندنا في مناهجنا ولو حتى يوم واحد في الأسبوع عن الاتيكيت ما فيها امتحان يأخذونا تطبيق نظري يعني نظري وعملي لذنين ما بعض لابد فإذا أسسناهم من الصغر نعم ما نأخذ من 10 سنين نأخذ من 6 سنوات ابتدائي عشان يسلم عشان يصافح عشان يتكلم فيسغي هذه الأمور كلها ترى من ضمن الأخلاقيات التي هي أصلا تحت مضلة اللي هو يعني الاتيكيت سهل عموما دكتورة عيدة العيدان شكرا لتش على هذا اللقاء الله يسلم وشكرا على كل المعلومات اللي قلتيها لنا وفعلا نحتاج الاتيكيت بحياتنا مشكورة دكتورة يا هلا الله يسلمكم شكرا لكم شاهدين الكثير بالكويتي يتوهق لما بيبني بيته بشلون يبنيه بشم يبنيه اللي راح يكفير بش طريقة الأحسن كل هذا راح يكون معنا بعد المقصد